استمرار الأردن بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات أكده جلالة الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو وترافق هذا التأكيد من جلالة الملك مع تشديده على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين مشيدا بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية كما جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والأزمات التي تشهدها المنطقة مقدما جلالته في هذا السياق التعازية بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا مؤخرا من جهة وزير الخارجية التركي أكد أهمية الدور الأردني الفاعل في قضايا المنطقة خاصة مساعد توصل إلى حل للقضية الفلسطينية لافتا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس وفي الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة